أبدأ حديثي بسؤال كيف صارت فلسطين القضية المركزية لا شأن لي بالمخالفين لأهل بيت العصمة هم أحرار فيما يعتقدون الفكر لا يستطيع إنسان أن يكبله لا أنا أستطيع أن أكبل فكرك أيا كنت أنت ولا أنت تستطيع أن تكبل فكري لك الحق أخاطب الجميع من وافقني على ما أقول ومن اختلف معي لكم الحق أن تفكروا بحسب ما بأيديكم من مقدمات فكرية من منهج أنتم اخترتموه وكذلك من حقي أنا أيضا حرية الفكر هي جزء أصيل في بناء الكيان الإنساني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لذا فحديثي كله تحت هذا العنوان فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة لن أعبأ بمن يوافقني وبمن يخالفني لا شأن لي بالآخرين هذا ما وصلت إلي أعرضه بين أيديكم عندكم عقول ولكم حرية الفكر وحكموا على هذه الحقائق والوثائق لأنني عودتكم أن أتكلم بالوثائق وبالحقائق وبالدقائق فأعود إلى السؤال كيف صارت فلسطين بالنسبة لنا نحن في الواقع الشيعي كيف صارت فلسطين قضية مركزية بالنسبة لنا وزحفت من عالم السياسة إلى عالم العقيدة إن لم يكن الجميع فهناك عدد كبير وكبير جدا وخصوصا في وسط النخبة وإنني أتحدث عن النخبة الدينية جعلوا فلسطين القضية المركزية لهم في المنظومة العقائدية التي تنتظم عقائدهم على أساسها كيف صارت فلسطين قضية مركزية عند من يجعلها قضية مركزية فإنني قد حدثتكم في الحلقات المتقدمة من أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية أن حرفنا القضية المركزية عاشوراء إلى فلسطين فمن كان كذلك فهو مصاب بهذا الداء الخبيث أعني السرطان القطبي مثلما حللت لكم شخصية حسن البن ومثلما حللت لكم شخصية سيد قط ومثلما حللت لكم واقع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ومثلما حللت لكم الواقع الشيعي وكيف أصيب بهذا الداء الوبي بالسرطان القطبي الخبيب بسبب مراجعنا الكبار وعلمائنا العظام وخطبائنا الكرام ومفكرين الأجلاء على نفس الطريقة وبنفس الأسلوب سأجيب على هذا السؤال هناك مجموعة من المعطيات ومع تراكم هذه المعطيات تحولت قضية فلسطين إلى قضية مركزية من هذه المعطيات مصر وما لها من تأثير كبير في الواقع العربي أولا وفي الواقع الإسلام ثانيا مصر لها تأثير كبير عبر العصور وليس في عصرنا هذا الملك فاروق كان يطمع كأبيه الذي سبقه وكآبائه إلى جدهم الأعلى محمد علي باشا الكبير عيونهم مشدودة إلى الخلافة يطمعون في أن يكون خلفاء للمسلمين فمحمد علي باشا حينما استقل بمصر واعتزل عن الدولة العثمانية كان هذا الهدف أمام عينيه وبقي هذا الهدف يداعب آمال أوهام أبنائه وأحفاده إلى أن وصلنا إلى زمان الملك فاروق فكان يطمع في أن يكون خليفة للمسلمين وقطعا لن يكون خليفة للمسلمين ما لم يكن خليفة في بلاد العرب فالمسلمون يقبلون حينئذ بخلافة فاروق الذين يطمحون إلى الخلافة والذين يعتقدون بوجوب قيامها فجزء من برنامج الملك فاروق أن يحقق هذا الأمل أن يحقق هذا الهدف أن يكون خليفة للمسلمين مثل ما كان عبد العزيز آل سعود كان أيضا يأمل في أن يكون خليفة للمسلمين باعتبار أن الخلافة العثمانية قد انتهت وهؤلاء كانوا في زمن ليس بعيدا عن زمن سقوط الخلافة العثمانية وغير هذين أيضا هناك من كان يطمع بالخلافة بل إن حسن البنى كان يطمع بما هو أكثر من الخلافة كان يطمع بمقام محمد صلى الله عليه وآله ولذا في أدبياتهم تجدون تشبيها على طول الخط ومقارنة بين ما قام به سيد الأنبياء وبين ما قام به حسن البنى هذه القضية واضحة في كتبهم في كتب هذه الجماعة الإرهابية أعني الأخوان المسلمين ستجدون مقارنة فيما بين ما قام به رسول الله وبين حسن البنى ولا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة فطمعوا ملوك وزعماء في العالم الإسلامي في العالم العربي بالخلافة كان موجودا حديثنا الآن عن مصر عن فلسطين وبدأت بالحديث عن مصر وعن الملك فاروق فتبنى الملك فاروق قضية فلسطين الذين حوله قربوا له الفكرة باعتبار أن هذا العنوان عنوان فلسطين وأن اليهود احتلوا فلسطين عنوان جميل وهو يحارب باسم العربي وباسم المسلمين فنشأ ما نشأ في الجو السياسي في الجو الإعلامي من تداعيات لهذا التفكير لهذا المخطط ولكن لم يكن هذا التأثير كبيرا جدا إلا أن هذه الحقيقة لا بد أن ينظر إليها ولا بد أن نأخذها بنظر الاعتبار من أن توجه الملك فاروق إلى قضية الخلافة وكان في بلاطه من يسعى ويخطط لهذا الأمر ويحاولون دائما أن يظهروه بالمظهر الإسلامي بالمظهر المتدين مع أن الواقعة غير ذلك وليس الحديث الآن عن الملك فاروق الأمر الثاني والذي كان له التأثير الكبير في هذه القضية جماعة الإخوان المسلمين بزعامة حسن البنة فقد مر علينا في الجزء الأول من هذا البرنامج من أن حسن البنة كان يخطط للإمامة للإمامة المطلقة كان يريد أن يقوم بدور الإمام المهدي كان يفكر بحكومة العالم بدولة عالمية مثل ما كان يقول لا بد للأخوان أن يصلوا إلى أستادية العالم والمصطلح ماسوني بامتياز مصطلح الأستادية وأستادية العالم مصطلح ماسوني بامتياز طموحه كان بعيدا جدا فكيف يصل إلى هذا الطموح لا بد من القوة الواقع الذي يعيش فيه لا يمكنه من تشكيل جيش عرم رم لذلك بدأ بتشكيل فرق الجوال فرق الكشاف ولكنه رأى ذلك لن يكفي تشكيل التنظيم السري وشكل التنظيم السري الإرهابي ومع ذلك رأى أن هذا لا يكفي فشكل النظام الخاص تنظيم سري داخل الجيش وداخل أجهزة الشرطة وكان يطمح إلى ما هو أكبر من ذلك فخطط إلى انقلاب في اليمن وهو بنفسه خطط لهذا الأمر وقتل إمام الزيدية وبعض أولاده بعد أن حاول أن يرطب الأجواء فيما بينه وبين إمام الزيدية كي يستطيع من طريق الخداء أن يصل إلى ما يريد ومر الحديث كيف قام بتلك المؤامرة الخبيثة وبذلك العمل الإرهابي في اليمن هو حسن البنى بنفسه فحسن البنى كلما اتسع تنظيمه السري واتسع عدد الأفراد في النظام الخاص كلما فتح العيون عليه وكلما تحرك بهذا الاتجاه كثرت الأسئلة كثرت الأسئلة داخل التنظيم وخارج التنظيم فكان يبحث عن مبرر لبقاء هذه التشكيلات العسكرية حتى فرق الجوال والكشافة لم تكن جوال وكشافة فرق الجوال والكشافة كانت تتدرب تدريبا عسكريا كما تتدرب الجيوش فكان عنده جيش ظاهر في الجوال والكشافة وجيش سري ارهابي مجرم في التنظيم السري وجيش سري داخل القوات العسكرية والقوات النظامية المصرية النظام الخاص فلما صارت قضية فلسطين وجد فيها مبررا مبررا شرعيا مبررا اجتماعيا مبررا اقتصاديا مبررا سياسيا واعني بالمبرر الاقتصادي فقد جمعوا ولا زالوا يجمعون الاموال الطائلة من وراء قضية فلسطين البنوك التي فتحت بنقهم في الكويت وبنكان معروفان لهما في سويسرا وبنوك اخرى في مناطق اخرى باسماء غير معروفة ولكن بنك في الكويت وبنكان في سويسرا هذه البنوك معروفة للاخوان المسلمين والبنك الذي في الكويت بني على اساس البرنامج الذي كتبه لهم السيد محمد باقر الصدر في كتابه البنك اللاربوي في الاسلام البعض يقرأه هكذا اللاربوي البعض يقرأه البنك اللاربوي والقراءتان صحيحتان هذه البنوك ملئت بالاموال من اي طريق صحيح هناك استثمارات ولكن بسبب القضية الفلسطينية على اي حال انا الان لا اريد ان اتناول كل المطالب وبالتفصيل حديثي جواب عن سؤال كيف صارت فلسطين قضية مركزية في واقعنا الشيعي البداية من هنا والتأثيرات من هنا ونحن نحن دائما في الواقع الشيعي نتحرك وفقا لإيقاع السنة للإيقاع عند مخالفي اهل البيت علماؤنا ومراجعنا وقادتنا واحزابنا السياسية الدينية هكذا انشأت الواقع الشيعي اننا نتحرك وفقا للعزف المخالفي لأهل البيت وفقا لإيقاعهم فحسن البناء رأى في قضية فلسطين ذريعة لكي يوسع تنظيمه ولكي يحافظ على التشكيلات العسكرية بحجة الدفاع والقتال والجهاد في فلسطين وتلك كانت ذريعة ناجحة جدا ولا زال يختفون تحت خيمتها إلى هذه اللحظة هذا الذي يتردد في الأوساط الإعلامية العربية والإسلامية من أن أحد أسباب الإرهاب القضية الفلسطينية هذا كذب محط ولكن الإعلام خدع به الإعلاميون خدعوا بهذه القضية وخدعوا الشعوب الإرهاب في هذه الأمة بدأ منذ أن سم رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله قضى مسموما منذ تلك اللحظة بدأ الإرهاب في هذه الأمة وإلا هذا الحديث الذي يتردد دائما المنظمات الإرهابية نشأت بسبب قضية فلسطين المنظمات الإرهابية أنشأتها المخابرات الغربية الذين هجموا على دار فاطمة الزهراء وأرادوا أن يحرقوا فاطمة وأن يحرقوا الحسن والحسين الذين هجموا على بيت فاطمة كانت المخابرات الأمريكية وراءه أو المخابرات البريطانية أو كان ذلك الإرهاب بسبب القضية الفلسطينية آنذاك الذي جرى عبر التأريخ في هذه الأمة منذ اليوم الذي استشهد فيه رسول الله مسموما أكان ذلك بسبب المخابرات الغربية أم كان ذلك بسبب احتلال اليهودي لفلسطين ما هذا الهراء هذه اكذوبة أخرى من الأكاذيب التي يروج لها الإعلام الأخواني كما في قناة الجزيرة وامثالها من أن أحد أسباب الإرهاب في الوسط الإسلامي قضية فلسطين هذه اكذوبة وسأبين لكم من أن الإرهاب وراءه بشكل مباشر وراء هذا الإرهاب جماعة الإخوان المسلمين سأعرض لكم في الحلقة الأخيرة وثيقة دامغة هذا الإرهاب يريد الأخوان من خلاله أن يفتح أبوابا لتمرير برنامجهم الذي يخيل إليهم من أنهم سيستطيعون أن ينشئوا دولتهم العالمية سأعرض لكم وثيقة دامغة في الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج تتحدث عن هذه القضية على الأقل هي وثيقة دامغة من وجهة نظري لا أدري ما هي وجهة نظركم ستتضح هذه القضية في حينها لم يبقى من هذا البرنامج إلا حلقتان على ما أعتقد إن استطعت أن أكمل حديث في هذه الحلقة فبين يدي مطالب كثيرة على أي حال أترك هذه القضية أعود إليها في الحلقة الأخيرة من أن أحد أسباب الإرهاب الإسلامي هو قضية فلسطين هذه أكذوبة من أكاذيب وأساطير الأخوان المسلمين فمشروع فاروق في الخلافة له تأثير في جعل قضية فلسطين قضية مركزية لأن الثقافة المصرية منذ ذلك الحين توجهت بهذا الاتجاه والذي زاد النار تأججا في هذه القضية جماعة الإخوان المسلمين وتخطيط حسن البن فقد جعلوا من قضية فلسطين ذريعة لبقائهم لاتساع تنظيمهم لجمع الأموال وإلى يومك هذا برنامجهم في جمع الأموال إلى هذه الثانية إلى هذه الثانية الآن هم يستمرون في جمع الأموال باسم قضية فلسطين ويكنزونها في بنوكهم ومصارفهم وهناك أمر ثالث إضافة إلى تأثير مشروع الملك فاروق في مسألة الخلافة وما انتشر في القطر المصري من ثقافة بهذا الاتجاه مزجت مع القضية الفلسطينية ومع البرنامج الخبيث لإمام الإرهابي حسن البنة والنشاط الواسع الذي قام به الإخوان المسلمون في فلسطين وفي مصر بهذا الاتجاه وقد طبلوا تطبيلا كبيرا أكثر من اللازم صحيح كان لهم نشاط في فلسطين ولكن ليس كما طبلوا له وكما أشاعوا وكما ألفوا وكتبوا ونظموا الأشعار والأناشيد إلى غير ذلك أنا الآن لا أريد أن أناقش هذا الموضوع موضوع نشاطهم في فلسطين كان لهم نشاط فشلوا في كثير من المواقع نجحوا في بعض المواقع لا أريد أن أسلط الضوء على هذه القضية فمع هذا وهذا الحكام العرب بالدرجة الأولى أيضا اقتنصوا قضية فلسطين وجعلوها ورقة وآلة يلعبون بها ينتفعون منها يغطون عيوبهم بها ويضغطون على شعوبهم وكل شيء من أجل المعركة وحكاية حكام العربي مع فلسطين والعبث بهذه القضية حكاية طويلة مفصلة يعرفها الذين عاشوا فترة الستينات والسبعينات والثمانينات يعرفون هذه الحكاية فقضية فلسطين مجرد لعبة يلعب بها الحكام المسلمون والحكام العرب والأحزاب الإسلامية في الوسط الشيعي في الوسط السني وسيلة للوصول إلى بعض الأغراض وإلا فتلك فلسطين وتلك إسرائيل والآن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي فيما يرتبط بالقدس ماذا يستطيع المسلمون وماذا يستطيع العرب أن يفعلوا الرئيس الأمريكي جاء إلى السعودية والتقى بالملوك والرؤساء من الدول العربية والإسلامية المختلفة جمع كبير تجاوز الخمسين وأخذ منهم أكثر من أربعمائة مليار دولار ثم ضرب هذه الآناف جميعا بحذائه ساخرا منهم حين وقع على هذا القرار فماذا يفعلون ماذا ستفعل الدول الإسلامية وماذا ستفعل الدول العربية غير الحديث الفارغ الذي لا قيمة له شعوب فاشلة أنتجت حكومات فاشلة وواقع فاشل على أي حال أنا هنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع ربما إذا سنحت فرصة نناقشه في وقت آخر ولكن هذه هي الحكاية فلسطين حكاية إعلام وحكاية لعب سياسية وحكاية ظلم شعوب تحت هذا العنوان وحكاية تحقيق أغراض وأهداف ومطامح لأحزاب إسلامية وجمع أموال وبناء إمبراطوريات اقتصادية على المستوى الشخصي أو على المستوى الحزبي تحت عنوان فلسطين تلك هي الحكاية من أولها إلى آخرها مع هذه العوامل مشروع فاروق في الخلافة الأخوان المسلمون والمشروع الخبيث لحسن البنة حكام العرب وما عندهم من مؤامرات على فلسطين مؤامرات لو كان الحديث عن هذا الموضوع لجئتكم بالوثائق والحقائق والدقائق وأبدأ مع الحكاية من أولها إلى يومنا هذا لكن البرنامج ليس معدًا لهذا الموضوع يضاف إلى هذه العوامل النعرة القومية التي نشأت في البلاد العربية ونشأت بسببين هناك نعرة قومية انتشرت في العالم بشكل عام بدأت منذ القرن الثامن عشر واستمرت إلى القرن التاسع عشر إلى أن دخلنا إلى القرن العشرين وبما أن الشعوب العربية هي آخر من يتأثر فوصلت التأثيرات في القرن العشرين والعامل الآخر ما قامت به الدولة العثمانية من تتريك عملية التتريك التي قام بها العثمانيون وما كان يتفرع عن عملية التتريك هذه من ظلم واعتساف وإجرام وهدر للدماء والأموال والأعراض تحت سلطة العثمانية فزع العرب إلى قوميتهم وهذه قضية غريزية فمثلما يضغط عليهم العثمانيون بالتتريك فزع العرب إلى قوميتهم وقد ظهرت آثار هذا الأمر حتى في الواقع الشيعي النجفي فحينما طلب المراجع في النجف وما هم بعرب نعم أصولهم هم من الهاشميين ولكنهم لا يحسنون العربية هم من الفرس ومن الأتراك من أتراك إيران طلبوا ملكا للعراقي من أشراف مكة وأشراف مكة كانوا هم الذين يتصدون للقومية العربية لزعامتها آنذاك وكان والد الملك فيصل الذي جاء به ملكا على العراق كان يدعو لدولة عربية كبيرة موحد وحكاية ذلك طويلة في كتب التاريخ السياسي فهذا جزء من التأثر بالنعرة القومية فجاءونا بملك سني من الحجاز من أشراف مكة النعرة القومية أيضا كان لها الأثر الكبير في تركيز هذه القضية إضافة إلى العوامل المتقدمة مشروع فاروق في الخلافة والأكثر تأثيرا هو ما قام به الأخوان ركزوا هذه القضية على المستوى العقائدي الديني الإسلامي وما قام به الحكام العرب من استغلال قضية فلسطين وخداع الشعوب بها ومن أنها قضية مركزية وكل شيء في سبيل المعركة كل شيء من أجل المعركة أي معركة المعركة مع اليهود المعركة من أجل تحرير فلسطين العرب سنة 1948 فشلوا أتعلمون أن القوة التي خرجت من السعودية ومن الكويت على الأباعر وصلت إلى فلسطين بعد انتهاء المعركة بثلاثة أشهر وكانوا عشرات عشرات يمتلكون بنادق قديمة على الأباعر خرجوا من الكويت ومن السعودية باتجاه فلسطين وصلوا وصلت هذه القوة الضاربة بعد انتهاء المعركة بثلاثة أشهر ونحن لازلنا هكذا في الوقت الذي كانت القوة الإسرائيلية مجهزة بأحدث ما يمكن في ذلك الزمن ولازلنا لا زال الفارق هو هو لا زال الفارق بين إسرائيل وبين الدول العربية هو هو لا شأن لي بهذا الموضوع في سنة 1967 حتى في سنة 1956 الطائرات المصرية قصفت في مواضعها ولولا تدخل الأمريكان لوقف الحرب لانتهت مصر لم تنتصر مصر سنة 1956 هذه انتصارات كاذبة هذه مثل انتصارات صدام سنة 1967 الطائرات المصرية في مدارجها وفي قواعدها انتهت حتى سنة 1973 خدعونا ولا زالوا يخدعوننا من ان العرب انتصروا الجيش المصري عبر القناة مباغته ولكن بعد ذلك حين علم الاسرائيليون الاسرائيليون دمروا الجيش المصري وحتى معاهدة كام ديفيد معاهدة كام ديفيد اتعلمون ان في بنودها ان الجيش المصري لا يحق له ان يدخل الى سيناء والان القوات المصرية التي دخلت الى سيناء لمطاردة الارهابيين كانت باذن واجازة من اسرائيل لا يستطيعون الدخول الى سيناء هذه بنود معاهدة كام ديفيد انا لا شأن لي بكل هذه التفاصيل ولا ادري لماذا وصلت اليها وتحدث عنها الحديث جر الحديث ما كان في نية اتحدث عن هذه المطالب عنوان البرنامج عنوان هذه الحلقة فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة واردت ان اجيب على هذا السؤال كيف صارت فلسطين قضية مركزية في واقعنا الشيعي لا شأن لي بالقوميين لا شأن لي بالسنة اتحدث عن الواقع الشيعي المتدين فبما اننا لا نملك القرار نحن دائما دائما قادتنا مراجعنا علماؤنا يتحركون على اساس ردة الفعل لا على اساس الفعل وفارق كبير بين من يفعل وبين من يكون تصرفه على اساس ردة الفعل من الخمسينات وانا الان وحتى قبل الخمسينات ولكن لان البرنامج يتحدث عن هذا الموضوع لم نعهد في مراجع الشيعة وفي علماء الشيعة وفي قادة الشيعة لم نعهد غير السيد الخميني كان يتصرف بالفعل لا بردة الفعل كل مراجعنا كل علمائنا كل أحزابنا كل قادتنا يتصرفون على اساس ردة الفعل إلى هذا اليوم حتى هذا النصر الذي يفرح به الشيعة في العراق الآن والذي كان من أحد عوامله الفتوى التي صدرت من مرجعية النجا وبالتحديد من السيد السيستاني إذا أردنا أن ندرسه فهو ردة فعل ليس فعلا ليس ابتداء قد يقول قائل إن ردة الفعل تحقق نجاحا لا إشكال في ذلك يمكن أن تحقق ردة الفعل نجاحا ولكن النتائج التي تأتي من نجاح بسبب ردة الفعل لا تستطيع القيادات أن تتحكم بها بخلاف القرار الذي يأتي بعنوان الفعل النتائج ستكون بيد القائد بيد القيادة القائد الذي يفعل النتائج ستكون بيده القائد الذي يتحرك على أساس ردة الفعل لن يستطيع أن يتحكم بالنتائج تكون الظروف لأن القائد حين يفعل يكون قد تحكم بالظروف ودرس الأرض بشكل كامل واتخذ قرار الفعل بينما القرار حين يكون عن ردة فعل الظروف هي التي تتحكم بالقائد وتتحكم بالأمة وفارق كبير بين قائد يتصرف بقرار الفعل وبين قائد يتصرف بقرار على أساس ردة الفعل فارق بين السماء والأرض القائد حين يتصرف بقرار على أساس الفعل النتائج هو الذي سيتحكم بها بينما حينما يكون القرار على أساس ردة الفعل الظروف وفقا للظروف وفقا للظروف وفقا للأطراف الأخرى لأن الذي يتصرف على أساس ردة فعل سيشاركه كثيرون بينما الذي يتصرف على أساس الفعل سيكون منفردا بقراره هذا هو المنطق الستراتيجي ونحن بحاجة لهذا المنطق إذا أردنا أن نمهد لإمام زماننا نحن بحاجة إلى مؤسسات للدراسات الستراتيجية وبحاجة إلى تنمية للعقل استراتيجي على المستوى الفردي أو على المستوى الجمعي في وسط النخبة في وسط النخبة التي تقود المجتمع أنا أيضا لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع ولكن لن نستطيع أن ننجح في برنامج إحياء أمر إمام زماننا من دون عقولا ستراتيجية ومن دون مشروع ستراتيجي وإلا سنبقى محكومين بالظروف التي تلعب بنا يمينا وشمالا فإذا مشروع فاروق للخلافة والمشروع الخبيث لحسن البنى وخداع حكام العرب والمسلمين لشعوبهم بقضية فلسطين إضافة إلى النعرة القومية التي نشأت في الواقع العربي بسبب التتريك العثماني والتأثر بالنعرة القومية في العالم نتائج الحرب العالمية الأولى وما سمي بالاستعمار الغربي وكيف أن الدول المنتصرة تقاسمت الدولة العثمانية تقاسمت البلدان التي كانت محكومة بالحكم العثماني وما نشأ من صراع بسبب الاستعمار وحكاية الاستعمار طويلة بعد ذلك ما جاءت به النازية وما جاءت به الحرب العالمية الثانية وكان للنازية تأثير كبير باعتبار باعتبار ان النازية كانت بالعلني وبشكل واضح ضد اليهود وهتلر دائما كان يصوب خطاباته ويصوب نظراته باتجاه اليهود ومذابح اليهود في المانيا حقيقة ضخمت اضيفت عليها اضافات هذا امر اخر ولكن هناك مذابح لليهود في المانيا مجموعة هذه المطالب هي التي ادت الى صناعة قضية مركزية من قضية فلسطين قد يسأل سائل وما علاقة النازية النازية تركت اثرا كبيرا في واقعنا العربي السني والشيعي كذلك لان هذه الشعوب صارت في حالة عداء مع دول الحلفاء التي استعمرت البلاد العربية وبما ان هتلر يعادي هذه الدول فصار عند الشعوب العربية والاسلامية ميل باتجاه هتلر وباعتبار ان الدولة العثمانية كانت حليفة لالمانيا في الحرب العالمية الاولى فكان هناك ميل من المسلمين وميل من العربي باتجاه النازية الان اذا اردتم ان تعودوا الى صور الكثير من الشخصيات الموجودة في كتب التاريخ ستجدون ان الكثير من الشخصيات بل حتى من الزعماء العرب كانوا يقلدون هتلر في قصة شعره في قصة شواربه في طريقة لبسه على سبيل المثال اقول للعراقيين راجعوا كتب التاريخ التي تحدثت عن الملك غازي فالملك غازي كان يقص شعره كقصة هتلر ويقص شواربه كذلك ويلبس كذلك وانشأ له اذاعة خاصة به قريبة من قصره كان يخطب منها الخطب النارية وهذا هو الذي ادى الى مقتله لانه تحرك باتجاه مخالف للانجليز الذين كانوا يسيطرون على العراق آنذاك حتى هذه الاناشيد القومية والوطنية التي انتشرت في العراق متى انتشرت البعض يتصورون انها انتشرت بعد انقلاب 58 بعد انقلاب عبد الكريم قاسم ابدا هذه انتشرت منذ زمان الملك غازي ومن اشهرها انشودت رؤوس الحراب واناشيد اخرى كثيرة يمكن ان تقرأ كتب التاريخ وتجدون التفاصيل الكثيرة عن هذه القضية حتى فكرة عسكرة الشباب وعسكرة الشعب بدأت منذ زمان الملك غازي في العراق مطالبته بالكويت وتفاصيل اخرى كثيرة تتحدث عن تلك المرحلة والقضية ليست خاصة بالملك غازي في مصر كان الملك فاروق يترقب بفرح انتصارات هتلر وكان يقيم الاحتفالات في قصره لاجل انتصارات هتلر ويظهرون الفرح وحتى في المساجد المصرية هناك من رجال الدين من كان يدعو لهتلر بالانتصار والاخوان المسلمون كانوا هكذا لكن حسن البن كان داهية فكان يظهر الفرح بانتصار الالمان وفي نفس الوقت هو على تواصل مع الانجليز الاخوان المسلمون كانوا على تواصل مع الانجليز وفي نفس الوقت هم يحاولون النيل من الانجليز منظومة سياسية وتنظيمية معقدة هذه الجماعة الارهابية لا شأن لنا بها اتيكم بمثال من الامثلة من الشخصيات البارزة المهمة التي كانت سببا ايضا في تعميق هذه الفكرة فكرة ان قضية فلسطين قضية مركزية ولذلك يحق لنا ان نعمل كل شيء في سبيلها لانها هي القضية المركزية الشخصية الفلسطينية المعروفة امين الحسيني محمد امين الحسيني قبل ان احدثكم عن محمد امين الحسيني دعوني امر على كتب حسن البنة وكتب جماعة الاخوان المسلمين فيما يرتبطوا بهذا الموضوع قبل ان اتناول كتبهم نذهب الى فاصل درامي وبعد الفاصل الدرامي اعود اليكم هذا هو قرآن جماعة الاخوان المسلمين مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنة مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة الطبع الاولى 2011 ميلادي في صفحة 454 لا بأس ان نمر على هذا السطر مما جاء في رسائل حسن البنة وهو نفس المضمون الذي قرأته لكم من مقال كتبه حسن البنة ونشر في مجلة النذير الاخوانية ومر الحديث عن هذا صناعة الموت فحسن البنة صانع الارهاب وصانع الموت وهو يحدثنا عن ذلك هذا الكلام نفسه قد جاء مذكورا في رسائله وهو يتحدث عن الجهات هذه الرسالة رسالة الجهات جاء في الخاتمة صفحة 454 أيها الأخوان إن الأمة التي تحسن صناعة الموت هو هذا الذي يحسنه المسلمون ماذا يحسنون إن الأمة التي تحسن صناعة الموت وتعرف كيف تموت الموت الشريفة يهب لها الله الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة نفس المنطق الذي يتحدثون به الدواعش مع أولئك الذين يرسلونهم في العمليات الانتحارية إن الأمة التي تحسن صناعة الموت مؤتمر رؤساء المناطق والشعب ومراكز جهاد الأخوان المسلمين على مستوى القطر المصري صفحة 473 تحت عنوان وفلسطين أيضا كما نريد أن تؤمن حدودنا الشرقية بحل قضية فلسطين حلا يحقق وجهة النظر العربية أيضا ويحول دون تغلب اليهود على مرافق هذه البلاد إن مصر والعالم العربية والإسلامي كله يفتدي فلسطين هذا كلام حسن البنة وإلا لا حكام العرب يفتدون فلسطين ولا حكام المسلمين إن مصر يضنينة بهذه الوحدة أن تتمزق مهما كانت الظروف ومهما كلفها ذلك من تضحيات وأما العالم الإسلامي فلأن في فلسطين أول القبلتين وثاني الحرمين ومسرى رسول الله وهذه الحقيقة يجب أن تضعها الدول المتحدة نصب عينها إلى آخر كلامه هذا هو منطق حسن البنة وهو المنطق نفسه الذي يتحدث به المتحدثون في واقعنا الشيء ليس هذا هو المنطق نفسه هذا مثال من قرآن الأخوان مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنة هذا الكتاب مذكرات الدعوة والداعية هذه مذكرات حسن البنة دار الكتاب العربي بمصر طبعا هذه طبعة قديمة في صفحة ميتان وثلاثة عش ماذا يقول في مذكراته حسن البنة تحت عنوان دعوتنا في الأقطار الشقيقة كان أول مبعوث للأخوان المسلمين في الأقطار الشقيقة فلسطين وسوريا ولبنان الأستاذ عبد الرحمن الساعاتي عبد الرحمن الساعاتي هو شقيق حسن البنة كان مبعوثا من قبله إلى فلسطين وسوريا ولبنان الأستاذ عبد الرحمن الساعاتي والأستاذ والأستاذ محمد أسعد الحكيم إلى أن يقول في مذكراته حسن البنة وهناك قابل سعادة السيد أمين الحسيني أمين الحسيني هذا الذي أشرت إليه قبل قليل محمد أمين الحسيني الشخصية الدينية الفلسطينية المعروفة والتي كان لها أثر كبير في تعميق هذه القضية من أن قضية فلسطين قضية مركزية وأننا نبذل في سبيلها كل شيء في أيامه كان رمزا للعرب جميعا وكان على صلة وثيقة بحسن البنة وجماعة الإخوان المسلمين إن لم يكن منهم كان على صلة وثيقة الآن في الفترات المتأخرة بدأوا يتبرؤون منه لماذا ستظهر الحقيقة في طوايا هذه الحلقة وهناك قابل سعادة السيد أمين الحسيني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ونشر الدعوة للجمعية ورد سماحة السيد الحسيني يعني أمين الحسيني الزيارة لهما في المنزل النازلين فيه ثم غادر بيت المقدس إلى دمشق فوصلاها يوم الأربعاء في الساعة الرابعة وصلي الجمعة في المسجد الأموي وخطب فيه لدعوة الأخوان المسلمين وقابل زعماء الحركة الإسلامية ثم يورد خطاب سماحة السيد أمين الحسيني هذا كله في صفحة ميتين وثلاثتعش من مذكرات الدعوة والداعية لحسن البنة خطاب سماحة السيد أمين الحسيني كما تفضل سماحة المفت الأكبر ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد محمد أمين الحسيني فشمل الأخوين يشير إلى شقيقه عبد الرحمن الساعاتي ومحمد أسعد الحكيم وهم من قيادات الأخوان فشمل الأخوين ببالغ الحفاوة والعطف وزودهما بخطابات كريمة لرؤساء الهيئات والجماعات في البلدان التي سيزورونها لو لم يكن هناك تنظيم وارتباط يكون هذا الأمر وقطعا حسن البنة لا يذكر في مذكراته كل هذه التفاصيل لكن الآن هم يتبرؤون منه وقد نشرت مجلة الأخوان صورة أحد هذه الخطابات وهو بسم الله الرحمن الرحيم حضرت صاحب الفضيلة رئيس جمعية الهداية الإسلامية بدمشق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد حضينا اليوم هذا خطاب من محمد أميني الحسيني لمن إلى رئيس جمعية الهداية الإسلامية بدمشق لدعم عبد الرحمن الساعاتي ومحمد أسعد الحكيم عبد الرحمن الساعاتي كما قلت قبل قليل شقيق حسن البنة لأن حسن البنة أساسا هو حسن البنة الساعاتي فأبوه كان يصلح الساعات كان له دكان يصلح فيه الساعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد حضينا اليوم بزيارة حضرتين الأستاذين المهذبين عبد الرحمن أفندي الساعاتي ومحمد أفندي أسعد الحكيم من دوبي جمعية الأخوان في الديار المصرية ولقد أعجبنا كثيرا بثقافتهما الإسلامية وتمسكهما بآداب الدين الحنيف وعملهما على نشر المبدأ الإسلامي القويم إنما المؤمنون أخوة وقد علمنا برغبتهما في زيارة سوريا للتعرف بأخوانهم المسلمين العاملين فيها على رفع كلمة الإسلام فرأينا أن نقوم بعقد صلة التعارف بين حضراتكم تحقيقا لقصدهما ورغبتهما ولا ريب في أنهما سيجدان من الحفاوة والإكرام في رحابكم الواسعة وفي دمشق الفيحاء ما يثبت أو يثبت ما يثبت في أذهانهما أحسن الذكريات عن هذه الزيارة الميمونة وختاما تفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ماذا يدل هذا؟ ألا يدل على صلة وثيقة بأمين الحسين أو لا وهذه مذكرات مذكرات يكتبها الزعيم فالزعيم حين يكتب المذكرات لا يطري كثيرا الشخصيات الأخرى إلا إذا كانت تلك الشخصيات مهمة جدا هذا شيء معروف حينما يكتب الزعماء مذكراتهم فكيف وهذا يريد أن يكون زعيما لكل العالم هذا حسن البنة في صفحة 222 قضية فلسطين والأخوان لا أستطيع أن أقرأ كل شيء أنتم راجعوا وقرأوا إذا كنتم مهتمين بذلك في صفحة 223 اللجنة المركزية العامة لمساعدة فلسطين جمع أموال طريقة التي يجمعون فيها الأموال وهم يفرحون يفرحون بالمناسبة الأخوان المسلمون في فلسطين أو خارج فلسطين يفرحون حينما تضرب إسرائيل أو حينما تحدث مشكلة في الجو الفلسطيني لأنهم يستطيعون أن يجمعوا أموالا طائلة بسبب الكوارث التي تصيب الشعب الفلسطيني يعطونهم فتاة والباقي يذهب إلى جيوبهم مثل ما هو الحال في أجوائنا الشعية نفس الأمر الذي تفعله أحزابنا ومنظماتنا وجمعياتنا الدينية وعلماؤنا ووكلاء المراجع القضية هي هي لطالما جمعت الأموال في زمن المعارضة الشعية العراقية ولم ينل أحد منها شيئا وطالما جمعت الأموال في المساجد والحسينيات في الخليج باسم مشاريع أنا أتذكر منذ بداية الثمانينات وإلى الآن جمعت أموال لأربعة أفلام سينمائية لم أشاهد فيلما سينمائيا منها أحد أولئك الذين جمعوا أموالا الآن صار مرجعا من المراجع في الوسط الشيعي جمع أموالا طائلة جدا في الكويت وفي الخليج وفي عمان ومناطق أخرى جمع أموالا طائلة لإنتاج فيلم سينمائيا عن سيد الشهداء هذه القضية أنا عاصرتها أربع مرات أربع مرات منذ بداية الثمانينات وإلى يومنا هذا تجمع أموال بإسم أفلام سينمائية عن أهل البيت وما شاهدنا ولا فيلما واحدا إلى يومك هذا هذا مثال ومثل هذه القضية هناك قضايا كثيرة جمعت لها الأموال حتى القضية الفلسطينية سآتي للحديث عنها حينما يتسلسل الكلام ونصل إلى واقعنا الشيعي وكيف جمعت الأموال كذلك للقضية الفلسطينية هذا هو مذكرات الدعوة والداعية هذا الكتاب الأخوان المسلمون أحداث صنعت التأريخ الأخوان المسلمون أحداث صنعت التأريخ محمود عبد الحليم هذا هو الجزء الأول هذا الكتاب يتألف من ثلاثة أجزاء دعوني أمر على هذا الكتاب فقط أذكر لكم أمثلة وشواهد مما يرتبط بفلسطين ومدى اهتمامهم بهذا الموضوع وأنهم جعلوها قضية مركزية لا لأجل فلسطين مهدي عاكف لما سألوه عن مصر ماذا قال قال مصر تز في مصر وهذه الكلمة أعرفها المصريون هذا هو المرشد العام للأخوان المسلمين المرشد العام قبل المرشد العام الحالي الذي يقبع في السجن المرشد الحالي محمد بديع قبل محمد بديع من كان؟ مهدي عاكف مهدي عاكف هذه الكلمة معروفة عن عند المصريين ونشرت في وسائل الإعلام حين سألوه عن مصر قال تز في مصر وفلسطين كذلك بالنسبة له تز في فلسطين هم عندهم هدف الهدف الدولة العالمية فبالنسبة للدول القطرية وللدول الصغيرة لا يعبؤون بها فمثل ما قالوا عن مصر تز في مصر فإنهم يقولون عن فلسطين تز في فلسطين تلك هي الحقيقة ولكنهم يستعملون ولكنهم يستعملون هذه القضية غطاءا صفحة خمسة وتسعين مع المعركة في فلسطين صفحة مية واحد وتسعين مهاجمة الإنجليز واليهود والانطلاق بقضية فلسطين صفحة مية وثمانية وتسعين أول مؤتمر عربي من أجل فلسطين صفحة أربعمية وخمسة وخمسين الفصل الثاني في قضية فلسطين صفحة خمسمية وخمسة واربعين استغلال حرب فلسطين للقضاء على الدعوة هو يقول هنا في صفحة خمسمية وخمسة واربعين لم يكن نهوض الأخوان بأعباء القتال في فلسطين وسيلة انتهزوها لإظهار قوتهم كما قد يتبادر إلى بعض خلات الأذهان عن حقيقة الأخوان لأن هذه الحقيقة كان الكثيرون يعرفونها لذلك هو هنا يدافع عنها لم يكن نهوض الأخوان بأعباء القتال في فلسطين وسيلة انتهزوها لإظهار قوتهم كما قد يتبادر إلى بعض خلات الأذهان عن حقيقة الأخوان وطبيعة دعوتهم وطريقة تربيتهم فإن نكران الذات هو الصفة المميزة لشخصية الأخ المسلم وكيف لا وهو يفقه أمر الرجل الذي أتى النبي فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أيهم في سبيل الله فقال رسول الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كما أنهم يعرفون أن هذا القتال ليس إلا نوعا من العبادة إلى آخر الكلام هذا الأمر الذي يحاول أن يدفعه كان الواعون من الناس يدركون هذه الحقيقة من أن هؤلاء هؤلاء يضعون قضية فلسطين عنوانا يحققون من ورائه أهدافا وأغراضا ويجمعون أموالا كثيرة والهدف الأصل أن حسن البنة وجد في التمسك بقضية فلسطين غطاءا شرعيا لبقاء تنظيمه السري ونظامه الخاص ولبقاء أسلحته ومتفجراته وإرهابه ولذلك يسرون على هذه القضية من أن أحد أسباب نشوء الإرهاب الإسلامي هو قضية فلسطين هذا إنعكاس عن تفكيرهم القضية ليست كذلك هذه أكذوبة من أكاذيبهم يريدون أن يستمروا على ما هم عليه تحت هذا الغطاء هذا هو الجزء الثاني من نفس الكتاب الأخوان المسلمون أحداث صنعت التأريخ صفحة 58 هذا الجزء الثاني الإخوان وفلسطين جهاد الأخوان يريدون أن يركزوا هذه القضية في أذهان أتباعهم فإذا ما تركزت في أذهان أتباعهم ستنتقل شيئا فشيئا تتركز في أذهان الأمة وفي أذهان المجتمع صفحة 154 حالة الجيش المصري عند إدخاله فلسطين صفحة 230 في قضية السيارة الجيب وعلاقة هذه القضية بحرب فلسطين وهي قضية مشهورة معروفة في تأريخهم في صفحة 230 شهادة السيد أمين الحسيني مفتي فلسطين مفتي فلسطين وستلاحظون في الصور أنه يجلس في الوسط وحسن البنى يجلس جانبا أقرأ ما جاء في صفحة 239 من الجزء الثاني الأخوان المسلمون أحداث صنعت التأريخ تحت عنوان شهادة السيد أمين الحسيني مفتي فلسطين سأله الأستاذ حسن العشماوي المحامي عن دور الأخوان في حرب فلسطين فأجاب هذا في المحكمة في قضية السيارة الجيب وما وجدوا فيها من المتفجرات ودعوا أنها للحرب في فلسطين وهي جزء من عملهم الإرهابي وهنا أمين الحسيني يريد أن يغطي على إرهابهم ألا يدل ذلك عن علاقة وثيقة فيما بينه وبينهم سأله الأستاذ حسن العشماوي المحامي عن دور الأخوان في حرب فلسطين فأجاب بأن الأخوان كان لهم دور كبير منذ البداية فقاموا بالدعاية للقضية الفلسطينية منذ عام 1936 وأثناء الجهاد جمعوا أسلحة وذخيرة واستمروا على خدمة القضية بأقصى جهدهم وقال أيضا أمين الحسيني كانوا يعاونون المرحوم عبد القادر بيق الحسيني في جمع الذخائر ويساهمون في دفع ثمنها إلى آخر الكلام إلى أن يقول فبعد دخول الجيوش العربية فلسطين زارني المرحوم الشيخ حسن البنى وقال لي ما ينم عن قلقه من موقف التخاذل الذي اتخذته جيوش بعض الدول العربية إلى آخر الكلام على أي شيء يدل هذا عن علاقة وثيقة بين حسن البنى وبين أمين الحسيني يأتي أمين الحسيني وهو ليس محتاجا لهذا الموضوع بكله كي يشهد على قضية جزئية من قضايا إرهاب جماعة الأخوان المسلمين عن أي شيء وعلى أي شيء يدل هذا الأمر ألا يدل على علاقة وثيقة بجماعة الأخوان المسلمين نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي وبعد الفاصل الإرهابي القطبي أعود إليكم رجاء الكونترور روم أعرض لنا صور أمين الحسيني ونبدأ بالصورة الأولى هذه صورة أمين الحسيني محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين الشخصية السياسية والدينية المعروفة هذه صورته حينما كان جنديا في الجيش العثماني الصورة التي بعدها هذه صورته مع بعض أقربائه وهؤلاء هم كما يبدو مما ذكر في تفاصيل هذه الصورة هم من أبناء أخواته الصورة التي بعدها هذه صورته في أيام شبابه بعد أن صار رجل دين معروف التي بعدها وهذه الصورة واضح أنها لونت بعد ذلك والتي تليها هذه صورة الشيخ محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين الصورة التي بعدها هذه صورته مع مجموعة من الشخصيات شخصيات إسلامية حكام وساسة معروفين مثلاً إذا نظرنا إلى الجالس الشخص الذي هو بحسب ما أرى الصورة في قبالتي شخص الذي هو عن يسار الصورة الذي يرتدي الثياب البيضاء وعلى رأسه عم بيضاء هذا هو ملك ليبيا هذا هو إدريس السنوسي هذا هو إدريس السنوسي ملك ليبيا وبجانبه أمين الحسيني وبجانب أمين الحسيني محمد علي جناح هذا رئيس باكستان مباشرةً خلف إدريس السنوسي يقف حسن البن وهناك شخصيات أخرى هذه الشخصيات المعروفة ما تظهر لي من صورهم تلاحظون حسن البن من خلال الصورة منزلته أقل من أمين الحسين وتلاحظون أن أمين الحسيني يجلس فيما بين الملوك والرؤساء المعقل الذي يرتدي العقال والكوفية مع الواقفين هذا هو يوسف ياسين مستشار الملك عبد العزيز آل سعود الصورة التي بعدها هذه الصورة الذي في وسط الصورة هو أمين الحسيني والذي على يسار الصورة وهي في قبالة هذا هو حسن البن وتلاحظون أن حسن البن في وقفته يقف خلف منكب أمين الحسيني ولغة الجسد تكشف عن كثير الصورة التي بعدها هذه الصورة لأمين الحسيني وبجانبه الرئيس المصري محمد نجيب رئيس الانقلاب الذي حدث سنة 52 ما تسمى بثورة يوليو وصورة حسن الهضيبي المرشد العام للأخوان المسلمين بعد حسن البنة واضحة الصورة الثلاثة هم أمين الحسيني محمد نجيب وحسن الهضيبي وهذا الختم الموجود على الصورة هذا الختم هذا ختم خاص بالصور التي تتبناها جماعة الإخوان المسلمين الصورة التي بعدها هذه الصورة مع مجموعة من شخصيات وقيادات الأخوان المسلمين فأمين الحسيني لا علاقة له بهم مثل ما يقولون الآن الصورة التي بعدها هذه الصورة مع عبد الناصر الصورة التي بعدها هذه الصورة مع زعماء حركة الضباط الأحرار وصورة عبد الناصر واضحة الصورة التي بعدها هذه الصورة لأمين الحسيني مع أدولف هتلر مع هتلر وقد استقبله استقبالا باهرا الصورة التي بعدها هذه الصورة أوضح مع هتلر الأخوان المسلمون لهذا السبب يحاولون أن ينفو علاقة أمين الحسيني بهم مع كل هذه القرائن وما جاء في هذه الكتب هذه كتبهم أنا ما قرأت لكم إلا من مذكرات الدعوة والداعية بقلم حسن البنة ولاحظتم الاهتمام الفائق من قبله بأمين الحسيني واهتمام أمين الحسيني بجماعة الأخوان المسلمين وقرأت لكم من هذا الكتاب الأخوان المسلمون لمحمود عبد الحليم الكتاب الرسمي الذي تتبنى جماعة الأخوان المسلمين والمؤيد من قبل مكتب الإرشاد ومن المرشد العام للإخوان المسلمين أيضا الصورة التي بعدها الصورة التي بعدها مع هملر هذا هملر رئيس المخابرات الألمانية شخصية عتيدة معروفة هذا هملر رئيس المخابرات الألمانية والكتابة الموجودة على الصورة هذه كتابة هملر بخط يده للذكرى الصورة التي بعدها وهذه صورة لأمين الحسين مع هملر أخطر شخصية في جهاز هتلر الصورة التي بعدها وهذه أيضا مع هملر الصورة التي بعدها تلاحظون صور مع رئيس المخابرات الألمانية الهتلري وبكثرة عادة رؤساء المخابرات لا يظهرون بكثرة وبوضوح هذا يدل على علاقة وثيقة جدا هذه الصورة وما بعدها صور لأمين الحسيني مع قادة الجيش النازي البعض منهم ألمان والبعض منهم من البوسنة والبعض منهم من العرب فلقد شكل أمين الحسيني جيشا نازيا في ألمانيا وكان يقود جيشا نازيا في ألمانيا شكل هذا الجيش من البوسنة ومن العرب والمسلمين الذين كانوا يعيشون في أوروبا والبعض التحق بهم من البلاد العربية من فلسطين ومن المغرب ومن الجزائر هذه صور لأمين الحسيني هذه الصور التي تعرض رجاء لا تستعجلوا بعرض الصور هذه صور لأمين الحسيني مع قادة من الجيش النازي الألماني يشرفون على الجيش النازي الإسلامي الذي أسسه أمين الحسيني الجيش النازي الإسلامي يتألف من مسلمي البوسنة ويتألف كذلك من المسلمين من دول أخرى مختلفة ومن العرب من المسلمين العرب الذين كانوا يعيشون في أوروبا وكذلك جاءوا من الدول العربية ومن المسلمين الأتراك الذين كانوا يعيشون في ألمانيا والبعض انتقل من تركيا إلى ألمانيا كي ينتسب إلى الجيش النازي الإسلامي الذي يقوده أمين الحسيني أحد الشخصيات الفاعلة والتي لها تأثير كبير في تأريخ قضية فلسطين وكان له الأثر الكبير في أن جعل هذه القضية قضية مركزية وأوجد هذه الثقافة من أننا يجب علينا أن نفعل كل شيء حتى أن نكون نازيين لأجل تحرير فلسطين ولا أدري كيف تحرر فلسطين من ألمانيا نفس الحكاية لما ذهب صدام واحتل الكويت قال إن طريق القدس يمر عبر الكويت لا أدري أين تقع القدس هل تقع قريبة على الحدود الكويتية هذه المهزلة نحن الذين يضحك علينا فيها على طول الخط بعد ذلك تزعلون مني إذا أقول لكم أنتم مضحكة ماذا تقولون عمي أنا مضحك مو أنتم أعرض لنا بقية الصور رجعا هذه صور متلاحقة أعرض الصور الباقية نفس الموضوع قاد ألمان وقاد نازيون إسلاميون بزعامة مفتي فلسطين الصورة التي قبلها أعيدوها رجاء هذه قوات ألمانية نازية البعض منهم من المسلمين ومن العرب ولكنهم انخرطوا في الجيش النازي الألماني الهتلري الصورة التي بعدها هذا هو الجيش الإسلامي النازي لاحظوا الفارق في غطاء الرأس القبعة الألمانية معروفة وهذا هو الطربوش هذا الطربوش التركي الذي صار عنوانا للجيش الإسلامي أو صار عنوانا للمسلمين هذا هو أمين الحسيني مع جيشه النازي الإسلامي الإسرائيليون حين يقولون من أن المسلمين تعاونوا مع النازيين في ذبحنا يشيرون إلى هذه المعلومات يشيرون إلى هذه الحقائق نستمر أعرضوا بقية الصور هنا أمين الحسيني يحيي الجيش النازي الإسلامي هو أيضا كان عسكريا عرضنا الصورة الأولى كان جنديا في الجيش العثماني فليس هذا بجديد عليه بقية الصور أعرضوها رجاء استمروا في عرض الصور استمروا نلاحظ أن قائد الجيش الإسلامي النازي يجرب الأسلحة ينظر في النواضير وأمثال ذلك استمروا في عرض الصور استمروا رجاء وهذه صورة واضحة هو جالس في وسط قادة وقوات الجيش النازي الإسلامي رجاء استمروا استمروا في عرض الصور كلها واضحة هذه الصورة تلاحظون الشيخ أمين الحسين قد نزع العمامة عن رأسه يبدو أنه على مائدة الطعام مع قادة من النازيين ومن الجيش النازي الإسلامي استمروا في عرض الصور هذه شخصية قيادية من قيادات النازيين إذا انتهت الصور اعرضوا لنا الفيديو رجاء لاحظتم في هذا الفيديو أولا كيف دخل أمين الحسين على هتلر وحياه بالتحية الألمانية التحية المعروفة أن يرفع يده ويرفع صوته هاي هتلر فدخل مفتي فلسطين أمين الحسين لهذا السبب الأخوان يحاولون أن يتبرأوا منه وأنتم لاحظتم الوثائق والحقائق الموجودة هكذا يضحك علينا نستمر مع الفيديو أبين لكم وسأعيد عرضه مرة ثانية عليكم الآن بعد أن أكمل حديثي سأطلب من الأخوة في الكونترون روم أن يعيدوا الفيديو سأنبهكم إلى نقاط ربما لم تلتفتوا إليها لما دخل أمين الحسين على هتلر فحياه بالتحية النازية وكان واضح من طريقة الجلوس اهتمام هتلر بأمين الحسين كل الصور إلا القليل منها كانت عن الجيش النازي الألماني المقاطع الأخيرة والنشاطات المختلفة هذه كلها عن الجيش النازي الإسلامي ولاحظتم أنهم قد وضعوا لهم علما وكتبوا عليه بلاد العرب الحرة هذا هو علم الجيش النازي الإسلامي العربي سمي ما شئت وضعوا لهم علما وكتبوا عليه بالعربي وظهر هذا في الفيديو وهذه النشاطات الكاميرا متعمدة في التقاطها مثلا يأكلون بأيديهم هناك يافطات مكتوبة باللغة العربية طريقة ركب الخيول والحركة عليها إلى سائر التفاصيل الأخرى هذا الذي جاء وحي إمام الجماعة هذا إمام الجماعة هذا من البوسنة الشيخ رجل الدين هذا الضابط الذي جاء وحي إمام الجماعة بالتحية النازية وبعد ذلك أنضم إلى الصلاة هذا في الأصل ألماني مسيحي ولكنه كان مستشارا في الجيش العثماني فأسلم أيام كان مستشارا في الجيش العثماني فهو حينما كان يصلي كان يصلي لأنه مسلم سمى نفسه بهارون الرشيد أما اسمه الحقيقي ويلهم هينت أسس هذا اسمه الحقيقي ولكن هو سمى نفسه بهارون الرشيد التفاصيل الأخرى واضحة جدا والإمكانات الموجودة لديهم كالإمكانات الموجودة عند الجيش النازي لاحظتم ذلك نعيد الفيديو رجاء مرة ثانية حتى تدقق النظر وهناك ملاحظة صغيرة في بداية الفيديو هناك شخص يرتدي نظارة يقف بجانب أمين الحسيني أتعلمون من هو هذا هذا رشيد عالي القيلاني رئيس الوزراء العراقي الناصبي النازي الذي أفت مراجع النجف بتأييد حكومته سنأتي للحديث عن هذه القضية ونعرف كيف أننا مضحوك علينا ومضحوك على مراجعنا رجاء أعيد بث الفيديو مرة ثانية هل نحن بحاجة إلى شرح وتوضيح أكثر من الذي مر نحن لا ندري هل نحن ماسونيون هل نحن نازيون لا ندري هل نحن قطبيون على يحل هنئ هنئ لنا جميعا رجاء نعرض لنا الوثيقة الأخيرة في هذا القسم من البرنامج آخر وثيقة أعرض لنا هذه الوثيقة هذه الوثيقة التي تشاهدونها هذه وثيقة انتشرت في فترة متأخرة وعثر عليها في فترة متأخرة نشرت هذه الوثيقة تقريبا في الشهر الثالث سنة 2017 يعني خلال هذه السنة في الشهر الثالث سنة 2017 من وثائق الحرب العالمية الثانية على أي شيء تشتمل هذه الوثيقة وقد طبل لها الإسرائيليون تطبيلا في وسائل إعلامهم هذه الوثيقة هي رسالة من مدير مدير المخابرات الألمانية الذي ظهرت صورته أكثر من مرة في الصور الفوتوغرافية وكذلك في الفيديو هملر الشخصية الألمانية المعروفة هذه برقية بشكل دقيق هذه برقية موجهة من هملر إلى أمين الحسيني هذه الصورة التي ترونها أمامكم هذه الصورة الأصلية للبرقية سأقرأ لكم ما جاء فيها قطعا بالترجمة العربية إلى المفت العام أمين الحسيني منذ بداياتها جعلت الحركة القومية الاشتراكية في ألمانيا العظمى حركة النازية وهذا اسمها منذ بدايتها جعلت الحركة القومية الاشتراكية في ألمانيا العظمى كفاحها ضد يهود العالم المبدأ التوجيهي لهذا السبب مع تعاطف خاص من الحزب من هذا الحزب من الحزب النازي إذ يتابع عن كثب معركة العرب الذين يسعون إلى الحرية وخاصة في فلسطين ضد الغزاة اليهود إن معرفة هذا العدو والنضال المشترك ضدهما تشكل الأساس المتين للاتحاد الطبيعي بين الحركة القومية الاشتراكية في ألمانيا العظيمة ومحبة المحمديين المسلمين في العالم بأسره وبهذه الروح يسرني أن أتمنى لكم في الذكرى السنوية الأولى لإعلان بالفور المؤسف التمنيات الحارة باستمرار معركتكم حتى النصر الكبير زعيم الرايخ مدير الرايخ أسأس هاي الرايخ هملا وثائق واضحة وصريحة هذه البرقية يعود تاريخها إلى سنة 1943 زيارة أمين الحسيني التي شاهدتمها في الفيديو كان تأريخها بالضبط 28 11 1941 وإنما أكدت على هذا التأريخ لماذا؟ لأنني أريد أن أحدثكم عن شيء يخص واقعنا الشيعي زيارة أمين الحسيني متى كانت؟ وهو يحيي هتلر بالتحية النازية 28 11 1941 في 2 5 1941 ما الذي حدث في العراق؟ حدث انقلاب انقلاب غريب من الذي قام بعملية الانقلاب؟ قام بعملية الانقلاب رئيس الوزراء المنتخب من هو رشيد علي القيلاني؟ رشيد علي القيلاني شخصية ناصبية من الطراز الأول يفيض نصبا وعداء لعلي وآل علي وشيعته شخصية ناصبية من الطراز الأول ونازي من الطراز الأول أيضا لكنه كان يخفي نازيته وصل إلى الحكم بالانتخاب فكان العراق يعيش ديمقراطية آنذاك أيام الحكم الملكي وإيام الاحتلال البريطاني رئيس الوزراء رشيد علي القيلاني اليوم هو اثنين خمسة الف وتسعمية واحد واربعين المصادف بالضبط اليوم الخامس من ربيع الثاني سنة 1360 للهجرة يقوم رئيس الوزراء بانقلاب انقلاب على الوضع انقلاب على العائلة المالكة انقلاب على الوضع انقلاب عسكري كان انقلابا ألمانيا ضد الإنجليز بامتياز باشر مراجعنا الكرام بتأييد الانقلاب النازي الناصبي بالضبط يوم ستة ربيع الثاني 1360 كتب السيد ابو الحسن الاصفهاني رحمة الله عليه المرجع الاعلى في النجف السلام على كافة اخواننا المسلمين واخص العراقيين منهم ان الواجب الديني يقضي على كل مسلم بحفظ بيضة الاسلام وبلاد الاسلام بقدر استطاعته وهذه البلاد العراقية المجتملة على مشاهد الامة ومعاهد الدين يجب علينا جميعا محافظتها من تسلط الكافر والمدافعة عن نواميسها الدينية باعتبار ان رشيد عالي القيلاني قام بانقلابه ضد الانجليز ونزلت القوات العسكرية لمواجهة الانجليز فمن هنا السيد ابو الحسن الاصفهاني يطلب من العراقيين ان يؤيد هذه الحكومة الجديدة يجب علينا جميعا محافظتها من تسلط الكافر والمدافعة يعني وتجب المدافعة عن نواميسها الدينية فالى هذا احثكم وادعوكم وفقنا الله وإياكم لخدمة الاسلام والمسلمين ان شاء الله تعالى ستة ربيع الثاني 1360 ابو الحسن الموسى والاصفهاني الانقلاب متى كان خمسة ربيع الثاني 1360 في اليوم الثاني مباشرة شيخ محمد حسين كاشف الغطاء وبعد هذا بيانه كان طويلا اأخذ منه وبعد هذا فهل يشك احد من المسلمين فضلا عن العراقيين في وجوب المؤازرة والنصرة لهذه الحركة الحافظة لسلامة البلاد وكرامتها كل انسان بقدر استطاعته واقصى ما في وسعه القريب والبعيد فيه سواء عبد الكريم الجزائري مرجع اخر مراجع النجا لا يخفاكم ما قام به فخامت بيان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في نفس اليوم تأريخه خمسة ربيع الثاني الانقلاب كان يوم خمسة ربيع الثاني بيان شيخ محمد حسين كاشف الغطاء بوجوب نصرة رشيد عالي القيلاني لاحظوا ماذا قال في وجوب المؤازرة والنصرة وجوب لهذه الحركة الحافظة لسلامة البلاد وكرامتها كل إنسان بقدر استطاعته وأقسى ما في وسعه القريب والبعيد فيه سواء هذا بالضبط في يوم الانقلاب في يوم انقلاب رشيد عالي القيلاني سيد أبو الحسن في اليوم الثاني عبد الكريم الجزائري في اليوم الثاني لا يخفاكم ما قام به فخامة رئيس الوزراء وأبناء الجيش العراقي الباسل في الحال الحاضر من النهضة المباركة رأسا صارت نهضة مباركة لحفظ استقلال العراق والبلاد الإسلامية وقطع تصرف الأجانب فيها بما أعهده فيكم يا معاشر العراقيين من الشمم والحمية والغير الإسلامية ولكم السابقة في تشييد هذه الحكومة الإسلامية أحثكم وأدعوكم يعني حكومة رشيد عالي القيلاني صارت إسلامية الناصبي النازي أحثكم وأدعوكم للمساعدة لهذه النهضة الدفاعية ما استطعتم فإنها نصرة للدين وحماية للمسلمين والله يرعاكم بتأييده غباء سياسي غباء ديني لم تستمر الحركة الإنقلابية لرشيد عالي الكيلاني إلا شهر بل أقل من شهر الإنقلاب كان 2-5 رشيد عالي الكيلاني فر من بغداد يوم 31-5 فرأين ذهب إلى ألمانيا ورأيتم صورته مع أمين الحسين متى كانت زيارة أمين الحسين إلى ألمانيا 28-11 1941 متى فر رشيد عالي الكيلاني إلى ألمانيا ليكون في خدمة هتلر يوم 31-5 1941 الانقلاب الانقلاب متى كان يوم 2-5 1941 متى صدرت فتاوى المراجع شيخ محمد حسين كاشف الغطاء في نفس اليوم سيد أبو الحسن الأصفهاني عبد الكريم الجزائر وقائمة طويلة يعبرون عن حكومة هذا الناصب النازي أنا ما أدري لماذا سوء توفيق مراجعنا وعلمائنا دائما يناصرون النواصب لماذا لا أدري هذا السؤال يجب أن يوجه إلى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لماذا مراجعنا دائما يناصرون النواصب لماذا لا أدري ربما أدري ولكنني لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية هذا رشيد عالي الكيلاني جاء بالانتخابات الانتخابات هذه نفس هؤلاء العلماء حرموها السيد أبو الحسن الأصفهاني أصدر فتاوى في تحريم هذه الانتخابات نفس هذه الانتخابات التي قطعا بعد فترة هذه الانتخابات التي حرمها السيد أبو الحسن الأصفهاني في بداية نشوء الدولة العراقية يعني قبل أن يصل رشيد عالي الكيلاني ما يقرب من عشرين سنة أقل من عشرين سنة وهو جاء بنفس الانتخابات فصار رئيسا للوزراء سيد سيد أبو الحسن الأصفهاني إلى أخواننا المسلمين إن هذا الانتخاب يميت الأمة الإسلامية فمن انتخب بعد علم بحرمة الانتخابات حرمت عليه زوجته وزيارته لا يجوز لأهله أن يزوروه ولا يجوز رد السلام عليه ولا يدخل حمام المسلمين هذا ما أدى إليه رأينا والله العالم بالصواب الأحقر أبو الحسن الموسوي الأصفهاني إننا قد حكمنا سابقا بحرمة الدخول في الانتخابات ولم يتغير الحكم ولم يتبدل والأمر كما كان الأحقر أبو الحسن الموسوي الأصفهاني هذه صيغة الأحقر كانت متعارفة عند الأجيال المتقدمة من المراجع من باب التواضع يكتبونها قبل أسمائهم عند الإمضاء عند الختم أنا أقرأ من الجزء الأول من محمد باقر الصدق السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق أحمد عبد الله أبو زيد العاملي دار العارف للمطبوعات وهذه هي الطبعة الثالثة 2008 ميلادي رجاء رجاء اعرض لنا صورة رشيد عالي القيلان هذه صورته الصورة التي بعدها هذه صورته بعد أن فر من العراق إلى ألمانيا وهو يزور هتلر وفي حالة مصافحة فيما بينهما الصورة التي بعدها هذه صورته مع أمين الحسيني نفس الفترة أمين الحسيني زار ألمانيا هذه الزيارة زارها أكثر من مرة أمين الحسيني عنده جيش هناك جيش النازل الإسلامي هناك ولكن أنا أتحدث عن الزيارة التي صورت في هذا الفيديو 28 11 1941 وبالنسبة لرشيد عالي القيلاني فهو قد فر من العراق في 31 5 1941 متى وصل إلى ألمانيا لا أدري ولكن هو فر من العراق في هذا التاريخ الصورة التي بعدها هذه صورته أيضا وهو يلقي خطابا مع أمين الحسين الصورة التي بعدها وهذه صورة أخرى إذا الصور انتهت هناك مقطع فيديو من نفس الفيديو الذي مر عرضه قبل قليل مقطع قصير ثواني ليس طويلا تظهر فيه صورة رشيد علي القيلاني في هذا الفيديو يعني في هذه المجموعة في مجموعة الجيش النازي في هذه الاحتفالات رجاء اعرضوا لنا الفيديو إذا انتهت الصور لاحظتم صورته وهو يقف بجانب أمين الحسين ماذا أعلق ماذا أقول هل هناك واقع أسوأ من هذا الواقع هناك شخصية فلسطينية هي في نفس هذا المسار عز الدين القسام اعرضوا لنا صورة عز الدين القسام رجاء هذه صورة عز الدين القسام هذه الشخصية لأنها لا توجد عنها وثائق ولا فيديوات مثل أمين الحسيني لذلك الفلسطينيون الأخوان المسلمون لا يتبرؤون منها والكتائب التابعة للأخوان المسلمين في فلسطين يسمونها بكتائب عز الدين القسام في إعلامهم في الجزيرة وغيرها في برامجهم يصرون على أن عز الدين القسام لا علاقة له بأمين الحسيني والكلام كذب في كذب هم أحرار فيما يقولون ونحن أحرار فيما نقول هذه صورة عز الدين القسام صورة ثانية أيضا له إذا كان هناك صور ولا أعتقد لعز الدين القسام صور كثيرة ولكن هناك وثيقة رجاء نعرض لنا الوثيقة هذه الوثيقة إذا ما دققتم النظر فيها هي وثيقة يوقعها مجموعة من الشخصيات من الشخصيات الفلسطينية تشتمل على طلب يقدم إلى المندوب السامي البريطاني من تعيين الشيخ أمين الحسيني المفتي العام ورئيس الأوقاف أحد الذين وقعوا على هذه الوثيقة عز الدين القسام أعرضوا الصورة الثانية حيث يشخص اسمه هذا هو توقيع عز الدين القسام في هذه الوثيقة التي ترفع إلى المندوب السامي البريطاني لإعطاء منصب الرئاسة الدينية ورئاسة الأوقاف في فلسطين لأمين الحسيني وعز الدين القسام كان موظفا صغيرا في أوقاف فلسطين فكيف لا تكون هناك علاقة فيما بين أمين الحسيني وبين عز الدين القسام أصلا عز الدين القسام ليس له تلك المنزلة الاجتماعية الواضحة حتى يكون ظاهرا مثلا في صور وفي الفيديوات التي ظهر فيها أمين الحسيني أمين الحسيني شخصية صارت شخصية عالمية لقاءاته مع الرؤساء مع الزعامات رجاء أن اعرضوا لنا صور أمين الحسيني مع الزعماء والرؤساء هذه صور أمين الحسيني مع الملوك هذا الملك فيصل ملك العراق الصورة التي بعدها هذه صورة أمين الحسيني مع ملك الحجاز الذي يجلس بجانبه هو علي ابن الحسين علي ابن الحسين أليس كان الحسين ابن علي والد فيصل فيصل كان ملكا للعراق وهذا علي ابن الحسين هذا ملك الحجاز وبجانبه أخوه عبد الله الذي صار ملكا للأردن فهو جالس عند ملكين عند ملك الحجاز وعند ملك الأردن الصورة التي بعدها هذه الصورة مع ولي العهد السعودي الذي صار ملكا بعد وفاة أبيه هذا الأمير سعود ابن عبد العزيز آل سعود أول ملك سعودي بعد عبد العزيز آل سعود الصورة التي بعدها هذه الصورة مع الملك إدريس السنوسي ملك ليبيا وبجانبه محمد علي جناح رئيس باكستان وأيضا تظهر صورة حسن البنة واقفا وراء الملك السنوسي وهناك المعقل يوسف ياسين مستشار الملك السعودي عبد العزيز صورة التي بعدها هذه مع محمد نجيب وحسن الهضيبي صورة التي بعدها هذه مع جمال عبد الناصر صورة التي بعدها هذه مع قادة حركة ثورة يوليو صورة التي بعدها هذه مع مجموعة من الزعامات العربية هذا عمين الحسيني بجانبه رئيس الوزراء السوري جميل مردن بيك وبعده يأتي محمود النقراشي رئيس وزراء مصر وبعده يأتي رياض الصلح رئيس وزراء لبنان والمعقل في الآخر يوسف ياسين المستشار الأول للملك السعودي صورة التي بعدها هذه الصورة في العراق حينما زار العراق وأعتقد أن أسماء الأشخاص ظاهرة على الشاشة رجل الدين الذي يقف بجانب أمين الحسيني هذا هو أحمد الراوي وقد مر ذكره في الحلقات السابقة في البيان الذي قرأته عليكم البيان الذي جاء في الملتقى الوطني الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق النجف الأشرف إصدارات مكتب إمام جمعة النجف بيان السيد السيستاني المرجع المعاصر من جملة ما قال أنا حضرت في محفل بحث سماحة الشيخ أحمد الراوي في سام الراء قبل خمسين سنة وكنا نتبادل الاحترام والمحبة هذا هو أحمد الراوي الذي يتحدث عنه السيد السيستاني دام ظله الشريف يقف بجانبه مفتي فلسطين أمين الحسيني الصور الصور واضحة والحقائق واضحة ولا أريد أن أطيل الكلام يبدو أن الحلقة اليوم لا تكفي كنت أتوقع أن يتم الحديث في هذا الموضوع لكن يبدو أنني بحاجة إلى حلقة أخرى فحلقة يوم غد ستكون تتم لهذا العنوان فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة نذهب إلى شخصية ثالثة شخصية ثالثة ياسر عرفات ياسر عرفات من رموز العمل الفدائي الفلسطيني في الأجيان المتأخرة ياسر عرفات هو أيضا امتداد لأمين الحسيني ولعز الدين القسام وياسر عرفات أساسا كان منتميا إلى جماعة الإخوان المسلمين حينما كان في الكويت حينما كان في الكويت كان من جملة الشباب الفلسطيني كان مهندسا يعمل في الكويت ومنتميا إلى جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة التحرير أساسا أسست من قبل شخصيات تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وانضموا إليها أشخاص وأفراد آخرين لكن بالذات ياسر عرفات كان على علاقة مباشرة وعلى اتصال مباشر بجماعة الإخوان المسلمين يعني نفس النسق السابق أعرضوا لنا بعض صور ياسر عرفات هذه مجموعة من الصور لياسر عرفات اعرضوها لنا الصورة الثانية الصورة التي بعدها الصورة التي بعدها هذه لمراحل عمرية مختلفة لياسر عرفات الصورة التي بعدها هذه الصورة لياسر عرفات في تشييع جنازة أمين الحسيني في لبنان ولذا قلت أن ياسر عرفات امتداد لهذا الخط فهذه الصورة لياسر عرفات في تشييع جنازة أمين الحسيني في لبنان صورة التي بعدها هذه الصورة لياسر عرفات مع قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر وهو يعتنق أحدهم وياسر عرفات معروف بالعناق وبالتقبيل تظهر صورة مأمون الهضيبي المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين مأمون الهضيبي هو ابن حسن الهضيبي الصورة التي بعدها هذه الصورة لياسر عرفات واضح صورة مهدي عاكف في بداية الصورة من جهة اليمين بحسب الصورة التي في قبالتي مأمون الهضيبي المرشد العام للأخوان المسلمين والذي بجانبه هو سيف الإسلام ابن حسن البنة بجانب ياسر عرفات الصورة التي بعدها هذه أيضا مع قيادات الأخوان المسلمين الصورة التي بعدها هذه صورته مع مهدي عاكف واضح العلاقة الواضحة فيما بين جماعة الإخوان المسلمين و ياسر عرفات هناك مقال رجاء نعرض لنا المقال هذا المقال فيه حديث عن علاقة مهدي عاكف مع ياسر عرفات وهو يقول يقول دربت ياسر عرفات بنفسي هو مهدي عاكف يقول وكان يضرب لي تعظيم سلام وهو رئيس أد الدنيا هذا كلام مهدي عاكف ويتحدث عن العلاقة القديمة دربت ياسر عرفات بنفسي لأن مهدي عاكف كان من قيادات التنظيم السر الإرهابي للأخوان المسلمين دربت ياسر عرفات بنفسي وكان يضرب لي تعظيم سلام وهو رئيس أد الدنيا هذا الكلام موجود مصادره مجلة المواجهة المصرية دنيا الوطن بتاريخ تاريخ اهدع ستة 2013 ومهدي عاكف توفي 22 9 2017 اعرضوا لنا الصورة الاخيرة هذه الصورة تجمع بين قيادات حماس قيادات الاخوان المسلمين في فلسطين يوسف القرضاوي قيادات الاخوان ما بين فلسطين ومصر والدوحة اين يجلسون في مجلس الفاتحة الذي اقيم بمناسبة وفاة مهدي عاكف الذي توفي 22 9 2017 واعتقد ان هذه الصور تخبركم بنحو افضل من حديثي وكلامي نذهب الى فاصل الدرامي وبعد الفاصل الدرامي اعودوا اليكم مثلما ضحك شاه ايران رضا شاه على علماء النجف واجتمع معهم في حضرة امير المؤمنين ووطأ له الامر لسلطانه وبعد ذلك انقلب عليهم وضحك عليهم كذلك رشيد علي القيلاني واصدر الفتاوى ولم تستمر الحركة الانقلابية للقيلاني الا اقل من شهر وفر الى المانيا ملتحقا بالجيش العربي الاسلامي النازي والقضية على هذا المنوال وضحك علينا الاخوانيون والقطبيون وافتا مراجع النجف بدعم بدعم العمل العمل الفدائي والفلسطيني الى ابعد الحدود انا اعتقد الناس الذين هم من جيلي حينما كنا في المدارس الابتدائية فترة الستينات نهاية الستينات وسبعينات كنا في كل يوم خميس نأتي بتبرعات تجمع في ساحة المدرسة في كل يوم خميس تبرعات منها تبرعات نقدية وكان التلاميذ حتى الذين هم من عوائل فقيرة يتبرعون ب مصروفهم اليوم الذي يأتون به من بيوتهم وكنا نبحث في يوم الخميس او ليلة الخميس عن اي مواد معلبة في بيوتنا مثلا مسحوق الغسيل التايد مثلا او اذا كانت قوالب الصابون المغلفة والمعبئة او علب المعجون او علب المعلبات بشكل كامل كل الاشياء المعلبة والمغلفة او ليلة يجمعونها وبيعونها مثل ما تفعل الحركات الإسلامية نفس العملية سيد محسن الحكيم ذهب بعيدا في هذا الاتجاه ولم يصدر منه في يوم من الأيام أي موقف حتى ولو بالكلام لتأييد الثورة الإسلامية في إيران لماذا؟ لأن الشاه كان يقلده سنويا يخمس عنده موقف واحد لم يصدر منه لتأييد الثورة الإسلامية في إيران قضية طويلة أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع ولكن سيد الحكيم هو أيضا مخدوع أولاده من حوله البعض منهم قومي والبعض منهم قطبي والإثنان يغنيان على فلسطين القوميون يغنون على فلسطين والقطبيون يغنون على فلسطين ولذلك دفعوا به دفعا شديدا والمراجع أيضا قلدوه بحكم المنافسة والمعاصرة لا أريد الحديث أكثر من ذلك كان في بالي أن أذكر بعض الأرقام ولكن وقت الحلقة طال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الدينية الشيخ الوائلي وهذا هو ديوانه ديوان الشيخ الوائلي هذه الطبعة طبعة مؤسسة البلاخ ودار سلوني من وحي النكسة قصيدة صفحة 334 85 بيت من وحي النكسة حديث فلسطين صفحة 340 80 بيت العمل الفدائي صفحة 351 75 بيت سناء محيدلي التي فجرت نفسها في الإسرائيليين في لبنان 41 بيت جيل الحجارة صفحة 382 55 بيت قانا وفتح الدم صفحة 394 64 بيت هذه ستة قصائد ست قصائد مجموع الأبيات أربعمائة بيت في ديوان الشيخ الوائلي ديوان الشيخ الوائلي من أوله إلى آخره ما فيه ولا بيت واحد عن الإمام الحج هذه ست قصائد بأربعمائة بيت عن فلسطين وتفاصيل فلسطين والعمل الفداي بيت واحد عن الإمام الحج غير موجود في ديوان الشيخ الوائلي بدون تعليق بدون تعليق مطود أنا عندي تعليق مختصر أقول ليس غريبا من يمدح قتلت أهل البيت أن يكون منه ما يكون صفحة 348 قصيدته بغداد سيظل من مجد الرشيد مؤثل الرشيد قاتل الإمام الكاظم سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك على بغداد بسحره جلبابا ويظل للمأمون قاتل الإمام الرضا ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب وصدى لمعتصم قاتل الإمام الجوات يعدك تائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب راجعوا أدبيات الأخوان وأدبيات القطبيين هذه الأسماء الثلاثة من الأسماء التي يمدحونها يمدحون هارون والمأمون والمعتصل ونفس هذه الموضوعات التي أشار إليها في شعره ستجدونها موجودة في أدبيات وفي أحاديث وفي كتب القطبيين الحديث طويل والحلقة طالت وبقي عندي كثير من الكلام لذا سأتركه لحلقة يوم غد ولكن قبل أن أودعكم فاصل درامي وأعود إليكم بعد هذا الفاصل الدرامي لقاءنا يتجدد غدا إن شاء الله تعالى بقية الحديث تحت هذا العنوان فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة أترككم في رعاية القمر أصلكم الدعاء جميعا في أعمال الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر